شوف من أفضل الأعمال أو من أفضل الأرزاق كما في الحديث أن أفضل الرزق الذي يكتسبه العبد بيده يا سلام يا سلام من عمل يده يا سلام ثم يعني نصيحتي للشباب يعني بعد تقوى الله عز وجل يعني مثل ما قال المصابرة والتجربة البعض يجلس يعني مثلا إذا لم تأتي الوظيفة الفلانية يبقى عالة على نفسه وعلى من عنده نحن نقول الله الحمد في هذا العهد الآن في هذه البلاد المباركة فرصة عظيمة لمن أراد أن يعمل الآن الفرصة مهيئة صراحة يعني لا تستحي تقول أنا فلان أعمل عمل فلاني لا الخجل عندما تتكسم يعني تسأل الناس لكن الإنسان يعمل بيصبر ويدخل في هذا المشروع وإن صبر لا تتحطم يبحث في مشروع ثاني ثم أفعل ولا تخجل من العمل إذا كان هذا العمل ما هو في شيء يعني محرم فلا تخجل منه يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الله الله منهم من كان يعني نجارا نجار نجار ومنهم من كان حداد حداد نعم ومنهم من كان يعني يرعى الغنم وخياء وهم سادة البشر صلوات الله وسلام عليهم فأنا ليش أخجل يرعى يرعى الغنم راعي راعي نعم ما من نبيه إلا ورعى الغنم محمد عليه الصلاة والسلام راعى الغنم وقاد الأمة صلوات الله وسلام عليه فلا تخجل أهم شيء أنك لا تبقى يعني يعني عاله على هذا على نفسك ولذلك حتى أن يعني الوزارة الشؤون الإسلامية حفظه الله تعالى بتوجيههم من مع الشيخ عبداللطيف حفظه الله يعني من الكلمات أسعي في طلب الرزق أن تسعى في طلب الرزق لا تبقى كذا اطلب الرزق بالرزق الحلال وأبشر ولذلك في الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله 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 حق توكله الله الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا يعني في الصباح تذهب الطير يذهب هل هو متأكد أنه بيروح المكان ما يدري لكن هذا الطير متوكل على الله وتروح بطانة يعني ترجع في الليل بطانة فالإنسان يتوكل على الله عز وجل ويبذل الأسباب ويصبر لا تعيد الحديث بس عشان نخلصه قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله هنا قضية أظن هذه القضية نعم تعتقد بأن الله جل وعلا هو الرازق نعم أنت تأخذ بالأسباب وتعتمد على الله عز وجل ولا تنسب شيء لنفسك تقول هذا بجد إذا الآن عمل الله هذا بجد لا 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 هذا بفضل الله عليك فتبذل الأسباب ثم تتوكل على مسبب الأسباب سبحانه فإن الله عز وجل لن يخيبك أبدا فوصيت إلى الشباب بعد تقول الله لا تبقى كذا جالس يا أخي جد والله وفي حديث أن أفضل ما يأكل عبد هو من كسب يده أفضل ما يأكل نعم من كسب يده فليحرص نعم يحرص الإنسان ويحتسب الأجر يا أحبة نحتسب الأجر هذه لفته لفته الإنسان يعني من الإحسان وانت ذكرتوا الإحسان ومن أعظم الصدقات ما ينفقها الرجل على أهل بيته إحسانه على أهل بيته على والديه الكبار على زوجته على أبنائه الآن هذه النفقة التي تجب علينا واجبها علينا نفقها الآن واجبها واجبها شرعا وبالعرف هل تسمح أهل أحد يسمح منه أحد الناس يتدخلون ينفقون على بيته وهو قادر لا يسمح ولذلك في الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أنفق المسلم نفقه وهو يحتسبها عند الله نفقه يعني على عيالها لبيته كتبها الله عنده صدقه ويواجب عليه كم شهريا تصرف على بيتك احتسبها احتسبها لكن هالشكالية الشيطان يأتينا ما يخلينا يحتسب بل يمكن تأتيك الرسالة في الأغراض وتهزع على واتفال وآخر شيء بتجيبها بتجيبها تب صديقه طيب احتسبها يا أخو كم تنفق على بيتك تنفق على بيتك مثلا خمس ألاف في الشهر ترك ما تصدق خمس ألاف وأفضل الصدقة طيب ما الدليل عنها أن أفضل الصدقة أفضل الصدقة أفضل الصدقة دينار ينفقه على عياله ما عليش أبو شيخ مبارك أعد ما عليش أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله يعني هذه أفضل نفقة نعم وفي حديث آخر قال دينار تنفقه في سبيل الله يا أحبة في سبيل الله اسمع هذا الحديث دينار تنفقه في سبيل الله ودينار تنفقه في رقبة يعني تعتق رقبة ودينار تتصدق به على مسكين ودينار تنفقه على أهلك أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك بس تحتسب 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 أن هذه صدقة تكون من أعظم الصدقات تحتسب أيضا فيها أن الله يصلح لك ما تنفق عليهم فهذه من أعظم الصدقات وهو باب عظيم يغفلها الناس من باب النية بس هذه النية أفتح على النية هذه تأتيك الحسنات الله يجاف الله يجاف يا رشيق ومن باب ذكر اشتركوا في القناة